نروح ليزا مننا العزيز أحمد المسيري آخر أخبار النادي الإسماعيلي اتفضل يا مسيري سهل فول كابتن شمير في البداية كل سنة وحضرات طيب وكل مشاهدي on time sports في كل مكان طيبين بمناسبة انطلاق الموسم القروي 21-22 من هنا من استاد برج العرب بالأسكندرية أجواء أكثر من رائع قبل انطلاق قمة الجولة الأولى من افتتاحية الدوري المصري لكرة القدم والتي ستجمع نادي الإسماعيلي مع النادي الأليم النادي الإسماعيلي كابتن شمير استعدى لتلك المواجهة بخوض مبارتين وديتين مع أحد أندية القسم الرابع وهو فريق أبو خليفة وفاز فريق الإسماعيلي بنتيجة كبيرة جدا بعشرة أهداف دون مقابل وأيضا فاز على أحد أندية القسم الثالث وهو فريق الشهداء بالإسماعيلية برباعية نظيفة يمكن الجاز الفني قام خلال تلك المواجهتين بتجربة كل اللاعبي للوقوف على حقيقة مستواهم قبل انطلاق هذه الموجهة خلينا أقولك كابتن شمير أن سيقود المباراة فنيا من خارج الخطوط الجهاز المعاول الكابتن طلعت يوسف محمد إبراهيم ومحمد حمص بعد إصابة الكابتن طلعت يوسف بفيروس كورونا يمكن الفريق عمل مسحة قبل التوجه إلى الأسكندرية ثبتت سلامة جميع اللاعبين باستثناء الدكتور أحمد عبداللطيف مخطط الأحمال التي ثبت إصابته بفيروس كورونا كابتن شمير الفريق دخل في معسكر مبكر هنا في الأسكندرية قبل المباراة بـ 48 ساعة يمكن الفريق أدى تدريبه الأخير في السامنة من مساء أمس على أحد الملاعب الفرعية بمدينة برج العربي يمكن الجاز الفني بقواد الكابتن محمد إبراهيم والكابتن محمد حمص ركزوا خلال الميران الأخير على الخطة التي سيخود بها الفريق هذه المباراة خليني أقول لك كابتن شبير أن هناك اتجاه من قبل نادي الإسماعيلي لتقديم طلب للاتحاد المصري لكرة القدم لتأخير وليس تأجيل مباراة الفريق في الجولة المقبلة أمام فريق سيراميكا واللي هتتزامن مع إجراء انتخابات الإسماعيلي حتى يتسنى لأعضاء الجامعية العمومية النادي الإسماعيلي الحضور لمقر النادي والإدلاء بأصوات خليني أقول لك كابتن شبير استمرارا للنقل الحديث والعالمي لمباراة الدوري العام سيتم نقل هذه المباراة بتسعتاشر كاميرا ولأول مرة تم تخصيص كاميرتين لخط المرمى لأول مرة تحدث سيتم تخصيص كاميرتين لخط المرمى خليني أقول لك كابتن شبير أخيرا أنه بيدير هذا اللقاء تحكميا الحكم الدولي محمد عادي لدرجة حرارة هنا في استاد برج العرب تشير إلى 25 درجة ما ويمكن دي كانت أبرص أخبار وكواليس مصيري قبل ما تقفل بس خليني أسألك عن الجماهير هل فيه جماهير وصلت هل فيه أخبار أنه حيب هل فيه حضور جماهيري النهاردة سواء من الأهلي أو من الإسماعيلي يمكن بمجرد دخولنا إلى استاد برج العرب كابتن شبير بدأت الجماهير تتوافد يمكن شايفين أن جمهور الأهلي أكثر يعني بكثير من جماهير نادي الإسماعيلي يمكن زي منا سيد لو أدار القمرة إلى المقصورة الرئيسية سيتنجد دخول كابتن شبير أن تم تخصيص يمين المقصورة الرئيسية لجماهير النادي الآلي بينما تم تخصيص شمال المقصورة الرئيسية لجماهير النادي الإسماعيلي يمكن جماهير نادي الإسماعيلي ليه تجاوز عددهم حتى الآن 20 مشاجع بينما يزيد تزيد جماهير النادي الآلي عن 300 أو 400 مشاجع ومن المتوقع أن تتزايد الجماهير خلال الضقائق القليلة المقبلة بشكرك مسيري شكرا جزيلا